الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم ما بعد حكم المفاضلة بين الأولاد في الهبة هل يجوز المفاضلة بين الأولاد في الهبة؟ أقول وبالله التوفيق الأصل عدم جواز المفاضلة بين الأولاد في الهبة الأصل عدم جواز المفاضلة بين الأولاد في الهبة ادري على ذلك حديث في الصحيحي حديث النعمان بن بشير قال النعمان رضي الله عنه وارضاه أعطاني أبي هدية أو نحلة فأبت أمي عمرت بنت رواحة أن أقبلها حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب أبي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت ولدي هذا نحلة فأشهد عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطيت أولادك كلهم مثله؟ هل أعطيت أولادك كلهم مثله؟ فقال لا يا رسول الله قال فاذهب فأشهد على ذلك غيري وفي رواية فإني لا أشهد على جور فإني لا أشهد على جور يبقى المفاضلة بين الأولاد حرام لا يجوز أنك تعطي ولدا دون الآخر أو تعطي بنتا دون الأخر وخلي بالك فرق بين الهبة وبين النفقة الهبة شيء والنفقة شيء يعني أنت ممكن يكون عندك مثلا ولد بيدرس في المرحلة الابتدائية بيأخذ مثلا مبلغ قليل من المال والآخر في الجمع بيأخذ مبلغ يعني ضعفه مرتين ثلاثة هل هذا حرام؟ لا أقولك ده مش حرام دي نفقة وليست هبة دي نفقة وليست هبة والنفقات بقدر احتياج الأولاد أحيانا عندك بنت أيضا مثلا في المرحلة الابتدائية والأخرى بتجهزها بتأتي لها بأشياء العرس من ثلاجة وغسالة إلى غير ذلك هل هذا حرام؟ لا دي برضو دي نفقة والفلوس الأولية التي تدها البنتك في المرحلة الابتدائية دي اسمها نفقة والمفاضلة بين النفقات ليست حرام إنما الهبة عموما والمفاضلة في الهبة بين الأولاد حرام يبقى لا يجوز المفاضلة بين الأولاد في الهبة إلا بأخلي بالك إلا إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى المفاضلة إلا إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى المفاضلة يعني مثلا ولد من أولادك متزوق وله عيال كثير كثيرون وهو فقير فأعطيته بعض المال دون إخوانه حتى يستعين به على نفقة أولاده أو لكن ليس بحرام لأن هنا أصبحت هبة مسببة هبة مسببة هبة المسببة ليست بحرام أيضا ممكن يكون ولد من أولادك مريض أو ينشاغل بطالب العلم أو لم يأخذ حقه من التعليم فأردت أن تعطيه بعض المال حتى يستعين به على قضاء الحوائج وقضاء أموره الخاصة فهنا ليست بحرام يبقى المفاضلة إن كانت بسبب فجائزة إن كانت بسبب فجائزة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أعطى السيدة عائشة ثمرة نخر رضي الله عنه وارضاه دون إخوان عائشة وأخواتها رضي الله عنها وارضاه ولو كان ذلك حرام ما فعله أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يبقى الأصل عدم المفاضلة بس حطها كده إلا إذا كان هناك سبب يحتاجه للمفاضلة فإن كان هناك سبب يحتاجه للمفاضلة جازت المفاضلة وإن لم يكن هناك سبب يحتاجه للمفاضلة فالمفاضلة بين الأولاد جورة أي ظلمة هذا ما أخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول قولي يا زر أستغفى الله لي ولك